نهاردة استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أسر الاتحادية الرئيس القبرصي خريستو دودليدس كويس؟ اللقاء يا سادة الكرام بالتأكيد يتناول على علاقات الثنائية ما بين البلدين والتأكيد المتبادل على الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة واللي بتتطور بشكل سريع جدا خلال الفترة الأخيرة ما كنت بقوله كده نفتح قصين مهمين اسمهم منتدى شرق المتوسط اللقاء بطبيعة الحال ولأنه أمر هام ولأن مصر هي التي تقود هذا المشهد تطرق ليه الأوضاع الإقليمية والتصعيد اللي بيحصل فيه قطاع غزة بفلسطين المحتلة الرئيس الأبروسي بالطبع ثمن الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة زي ما بيثمنها كل رؤساء وزعماء العالم كل دون استثناء وخصوصا كمان في الجوانب الإنسانية يعني مش بس التثمين على الدور السياسي تبادل الأسرة محاولة الجلوس على مقدة المفاوضات التهدئة الهدنة لا والجنب الإنساني العظيم العظيم واللي محدش بيلعب في حجمه غير مصر وأكد حرص أبروس على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد بالتحديد خصوصا فضوء رؤية مشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في الإقليم